الشوارب أو الشوارب زينة الرجال شوارب يوقف عليها الصقر يوقف عليها النسر هذه وغيرها أقوال مأثورة قيلت في الشارب أو الشنب كناية عن أهميتها في زينة الرجال ويقابلها المثل القائل لو الرجول بالشنب لكان الصرصور سيد الرجال إلا أن شوارب أو شنب شخصية لعبها الفنان العراقي أحمد وحيد في مسلسل قط أحمر ثلاثة أثارت عليه انتقادات وشكوى وصلت إلى حد مطالبة بمحاكمته لدى من رأاها تمس رمزا من رموز القضاء العراقي نتابع هذا المقطع القصير بداية وفيه يجسد وحيد شخصية قاض يصدر أحكاما غريبة عقوبتك تمشي بثلاث معاملات بدون معقدة يلا عقوبتك ما تضرب جهالك سنتين عقوبتك إذا تشرب بطل ماي ما تشمر من السيارة كل أسبوع تغسل سيارتك عقوبتك ثلاثة شهر ما تتأخرين عن الدوام خمسة شهور لا تسب ولا تغلط بالتعليقات عقوبتك ستة شهر ما تسحف على الخاص عقوبتك تغيش معطر جسيم ما هي البلد هذا معقولة يعني الصح صار هو العقوبة إذا تتعاقب واحد قل لي يسوي الصح غريب في العراق مشاهدين هناك من وجد أوجه تشابه أو شبه بين شخصية القاضي التي مثلها أحمد وحيد والقاضي العراقي الشهير محمد العريبي للتذكير فإن القاضي الراحل محمد عريبي هو من ترأس جلسات محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأركان حكومته بين عامي 2004 و2006 محامل عراقي يدعى أحمد شهيد الشمر اعتبر أن ما جاء في ذلك المشهد إساءة للمجلس القضاء الأعلى وسخرية مرفوضة من القاضي الراحل عريبي ورفع دعوة قضائية جاء في نصها ظهر الفنان أحمد وحيد وهو يسخر ويستهزئ بطريقة مبطنة بالقاضي الشجاع المرحوم محمد عريبي إن الفنان لم يسئ ويسخر من القاضي فقط وإنما أساء إلى مجلس القضاء الأعلى برمته بحسب الشمري ويقول نطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ومفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات لإصدار قرار بمنع وإيقاف بث المسلسلة هنا مشاهدين بعض من ردود الفعل على مواقع التواصل الحاج علي النقي يقول علي النقي هم يريدون تقليل من قيمة رموزنا ولكن يبقى القاضي البطل نجمة تلمع بسماء العراق ويبقى القرقوز أحمد وحيد قرقوز أما هنا مصطفى يقول المسألة وعلى هذا الأساس لازم يتعاقب تبارك أنا شفتها الحلقة ما جاب طاري أحد ولا قلد على أحد بس مدرش بيهم تاركين برامج موسيقى وما بهذوق وراحوا على أحمد وحيد يركضون أما أبو علي يقول لم أرى أي مسأسا للقضاء أو شخصية المرحوم القاضي المذكور ولا أكو أي شبه بطريقة الكلام وما أنه أنا متابع للجميل الفنان أحمد وحيد منذ بدايته الأولى فهو من أجمل من مثل الكوميديا الهادفة والصادقة وموجه بصدق للمجتمع العراقي وتراعي مشاكلها أما الفنان أحمد أحمد وحيد فقد نفى بدوره مشاهدين أن يكون لمشهد المحكمة علاقة بالقاضي العريمي وقال إن نبرة صوت وحركات يد وتعابير وجه الشخصية التي جسدها كانت بعيدة كل البعد عن صوت وحركات القاضي الراحل ويضيف هنا في كلامه في توضيحه مشاهدين هنا يقول الأهم عندي هو الشخص متوفي وليس من المروءة بحسب ما يقول أحمد وحيد الأهم عندي الشخص متوفي وليس من المروءة ولا من الأخلاق أن تقلب شخصا ميتا لتسيئة إليه أن أشخاص وجدوا أن الشوارب التي استخدمتها في المشهد دليل على تقليد المرحوم هذا خطأ خصوصا وإن منتسبي الدفاع والداخلية والسلك القضائي كثير منهم تكون شواربهم بارزة أكثر من غيرهم شاهدين المرحوم أن هريبي ينتمي لعشيرة معروفة بحسب ما يقول أحمد وحيد أيضا ويضيف في تدوينته ولها ثقلها ومكانتها فمن غير المعقول أن أكون خصما لها كما يقول أنا ابن هذا البلد وبن مدينة البصرة لا يمكن أن أدخل نفسي في مشاكل مع أبنائها شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها شكرا 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 شكرا